اشتركوا في القناة ما زال موجود في الدلو يعني فيها اخر ساعاته بعدين مدين تقلا برج الحوت راح يكون في منزلة المقدم الان هي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا احنا الان في فترة خلو المسار خلو المسار بدأ الساعة 22 و 33 دقيقة بتوقيت جرينيش يعني تقريبا يبدل نص ساعة من بداية الحلقة وراح يستمر لغاية الساعة 6 و 29 دقيقة مساء وهذا يعني انه هاي الفترة اللي هي اللي احنا فيها هاسا موجودة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثامين بل اكمال اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في تمام الساعة 6 و 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بنزيد ثلاث ساعات للاردن يعني ساعة تسعة ونص تقريبا بتكون القمر خلص استقر في برج الحوت هنا التأثير العام على جميع الابراج بتلعب ناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز في موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عملهم نتيجة المرض او شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام او في حبال الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور اقتناء للتصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية فهي زويتين ايجابيات رح تكون خلال النهار يعني خلال بث الحلقة الزاوية الاولى رح تكون زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد والزهرة واللي رح تستمر تقريبا سبع ايام بعد اتمام ذروتها رح تكون في تمام الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتعزز المواهب الفنية والادبية بطريقة التواصل مع الاخرين بتكون جيدة وهي مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر وورانوس رح تكون في تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني نوع من انواع المفاجآت طبعا بما انه الخمر رح يستقر في الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم تسعتاش اربعة بس احنا ما رح نحكي عنه يوم تسعتاش اربعة احنا بنحكي عنه في توقعات يوم عشرين اربعة لانه رح يكون ساعة داعش وثلاثين دقيقة مساء فبعد حلقة يوم عشرين بيكون فترة خلو المسار فهو يوم عشرين ولكن انه لانه احنا بنيجي قبل نهاية يوم عشرين بنحكي حلقتنا اللي هو في فترة المغرب وهو بد يصير عند منتصف الليل فعشان هيك بتيجي لليوم الثاني فبيوم عشرين الشهر احنا رح نحكي عن خلو المسار بيستمر حتى اليوم التالي في تمام الساعة سبعة صباحا لا ينتقل بعدها القمر للحمل وهيك يعني بيكون يعني كله كامل تأثيره في حلقة يوم عشرين بدايته ونهايته وطبعا زي ما بنعرف جميعا صرنا انه فترة خلو المسار هي فترة سيئة ما بتصلح لا البدء باي شيء جديد لا توقيع عقد ولا خطبة ولا زواج ولا شراء شيء ثمين الا اللي كنا عقدين نيتنا عليه قبل ساعة خلو المسار منكمل فيه او الشيء اللي كنا بدين فيه شغل منكمل فيه في فترة خلو المسار عادي اما بالنسبة لعمر القمر القمر الآن إنحسار الهلال عمره ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة طنعش وواحد وعشرين دقيقة بعد منتصف الليلة بيصير عمره أربع وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج منتحس القمر في الدلو ينتقل للحوت حتى 20 أربعة مزاجه سعيد حتى ساعات الظهر بعدين بصير منتحس عطارد في الحمل حتى يوم 27 أربعة مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى 15 ثماني وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر معروف انه موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري وحاولوا انكم تخلدوا للراحة انتم في اضعف واقل ايام الشهر حض ما تراهن على الحضوض ابدا وما تحسم امر خلال هذا النهار يعني ممكن تميل شوي للهدوء البعد عن الصخب ممكن تتوقع انه يكون هناك فوضى او تأخير او خسارة خلال هذا النهار بسبب تواجد القمر في بيت متاعبك اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف ان الامور يعني شيئا ما فيها نوع من انواع الروتين ولكن في ساعات الظهر شوي بتتغير الامور بتحس حالك في عندك نوع من انواع النشاط وفي عندك نوع من انواع التحسن المعنوي ممكن يستمر معك اربع خمس ساعات بسبب خبر او بسبب شيء او مديح او كلمة تنعيشك شوي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور على المستوى المالي ما زالت الامور ضغط عليك فعشان هيك لا رح يكون فيه نتائج خلال هذا النهار او الوعودات اللي انت انو عدتها ممكن انه يجيك خبر بانه ما ضبطت او ما رح تمشي معك فعشان هيك رح تنضغط ماليا بالفترة القادمة اللي هي تقريبا بنحكي احنا عنا اربع ايام فيها نوع من انواع ضغط ولكن اليوم بوادرها بتهل عليك يعني الاخبار بتوصلك بشكل اوضح وبشكل مباشر فيه منكو ممكن يتعطل عنده عمل معين فيه منكو ممكن انه يصير فيه مطالبات مالية عليه يعني فيه نوع من انواع الالتزامات خلال هذا النهار رح تكون بداية ضغط مالي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه برضو عندك قدرة على الاقناع عندك نشاط عندك حيوية بتبحث عن مواضيع معينة عندك قدرة للحوار يعني فيه اشياء جيدة رح تكون خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات والمواصلات والبحث والدراسي اشياء لها علاقة بالاهتمام بأمور لها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالسيارات بالهواتف بالبريد بالمراسلات بالامور هاي ككل بتكون ايجابية عندك قدرة على الاقناع عالية جدا رح تكون ورح تكون مميز اما بالنسبة للبيت الرابع واللي هو تقريبا اكثر الحضوذ رح تكون موجود فيه هو شيء له علاقة بالاجتماع العائلي او لمع عائلية او موضوع عائلي بيكون جيد جدا يعني بنعشك شوي بعطيك نوع من الاخبار الايجابية ممكن اجتماع على موضوع معين او حل موضوع معين او تحديد لمناسبة او لخبر مستقبلي رح يكون برضو بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على مستوى الحضوذ يعني جيد لا بأس فيه ولكن مش انه ممتاز جدا انك انت تحاول انك تمتحن حضوذك اما على مستوى الامور العاطفية فهو برضو جيد بدعمك عاطفيا بشكل ممتاز خلال هذا النهار ممكن تتواصل مع الحبيب او يجيك خبر منه ممكن تنحل مشكلة كنت متقرق منها او متخوف منها يجيك يعني بصيص امل لانه هاي الامور بلشت تتحلحل اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاعمال موكالي لا اليك ممكن تنجز بعض الاعمال خلال هذا النهار وممكن تهتم بامور صحية ممكن الامور الصحية هاي تكون اليك او لا احد الاحب لا اليك ولكن انه كل الاهتمامات رح تكون على امور لها علاقة بالعمل وعلى امور لها علاقة بالامور الصحية اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فما زالت الامور ضغط عليك يعني بمعنى اخر ممكن انه في اي لحظة تور او يصير في مشكلة بينك وبين الشريك في المال او في العاطفة ممكن تحتد الامور ممكن كلمة ما اجت مناسبة انت انضغطت منها فكون الرد عصبي جدا وممكن هو اللي يتصرف هذا الامر معاك فيكون في نوع من انواع العصبية او حدية في طريقة الرد او التعامل اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه الامور ممكن في ساعات الظهر يصلك خبر الو علاقة بنوع من انواع الدعم او وعد بمساعدة باموال خارجية او اشخاص ممكن يدعموك بشيء من المال او مساعدة فبكون الامر ايجابي ممكن تكون الامور شوية يعني بالنسبة للك مش مقنعة بالشكل الكافي لانه هاد مجرد كلام اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه اليوم فيه اهتمام في مواضيع خارجية في اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم باتصالات او اشياء الها علاقة بالتفقد او امور الها علاقة بتأجيل رحلة او تأجيل موضوع سفر او ترتيب لموضوع سفر مستقبلي يعني اشياء لها علاقة بترتيبات لها علاقة بالسفر البعيد او بالدراسة او بالامتحانات او بالقضايا القضائية بكلها يعني كلها حوالين هاي المسائل الان المواضيع شوي فيها نوع من انواع الشدة ولكن ان شاء الله انه ترتيباتك هاي بتكون ايجابية بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما على مستوى العمل يعني اللي عنده عمل اوقع على رأس عمله ممكن انه يشوف انه الامر روتيني يعني بيقدر يعمل عمل عليه بدون زيادة ولا نقصان بدون مشاكل ولا اي حدية بالتعامل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيخليك شوي اليوم تتفقد بعض الاصدقاء او بعض الاتصالات او هم يتفقدوك يتصلوا فيك ففي نوع من انواع التواصل اما لمشورة او للاطمئنان او نوع من انواع المساعدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرنا التأثيرات في بداية التوقع برج الثور بتنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة احدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من انواع التحالف مع الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهمش انك ما تبقى وحيد حاول انك تخرج لقاء الناس المقربين طبعا احنا بنحكي عن الاشخاص اللي لسه ما عندهم الحضر او حضر التجوال بسبب الفيروس اللي بيقدروا يتحركوا بيقدروا يطلعوا اما الاشخاص اللي عليهم الحضر فتواصلهم بصير على مستوى البيت او مع الناس اللي موجودين حواليهم في نفس البيت بشكل اكبر او ممكن من خلال الاتصالات طبعا القمر موجود في البيت 11 وبالنسبة للبيت الاول انا شايف ان الامور النفسية فيها نوع من انواع الضغط اليوم لان القمر تقريبا بلش يقترب لبيت المتاعب فعشان يك بحسوا في نوع من انواع الضغط النفسي نوع من انواع الارتباك او نوع من انواع العصبية او الحدية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور يعني على المستوى المالي شيئا ما فيه نوع من انواع الضغوط ولكن انه بيقدروا يتجاوزوا المرحلة هاي بطريقة عقلانية لانهم عندهم قدرة على ترتيب امورهم وشؤونهم المالية بشكل عقلاني يعني بقدروا يضبطوا ميزانيتهم بشكل عقلاني حاولوا بس يقللوا من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه في كثير من الاتصالات والنشاط الفكري او الامور اللي الها علاقة بالدراسة او البحوث او المناقشات اهتمام بعض الاشخاص بامور الها علاقة بالسيارات بالاتصالات بالمواصلات اللي الطلاب عندهم اهتمام بالدراسة بالامتحانات بالاعداد او بعملية تجهيز لامور الها علاقة بالبحوث اما بالنسبة للبيت الرابع وهو تقريبا الاقوى ظهورا خلال هذا النهار بشوف انا الاهتمام كبير على مستوى المنزل او على مستوى افراد المنزل او اللقاءات العائلية او الاجتماعات العائلية في نوع من انواع التواصل او البحث في امور ايجابية راح تكون بخبر بارتباط بموضوع فرحة موضوع حدا حامل عنده حمل مثلا بنتظر بمولود او موضوع ميلاد طفل جديد على مستوى البيت ممكن تجهيزات لامور الها علاقة بالامور العقارية شراء منزل او انتقال لمنزل امور الها علاقة بالاثاث او التغييرات الداخلية او التحسينات اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه اليوم في نوع من انواع الروتين على المستوى العاطفي ولكن في ساعات الظهر لا ساعات العصر بتكون الامور ايجابية وقوية جدا لدرجة انه بيكون في نوع اتصال او مقابلة او نوع من انواع الاشياء اللي الها علاقة بالحبيب بتيجي فجأة بتسعدك وبتبسطك او ممكن انت تعمل نوع من انواع المصالحة مع حبيب في خلال هذا النهار في هذا الوقت فتكون النتائج ايجابية اما بالنسبة لبيتك السادس فشايف انا الاهتمام كثير موجود عند موليد برج الثور في الامور العمل او انجاز الاعمال او ترتيب اعمال ممكن عبر الانترنت او عبر شغلهم او اعمالهم او ملفات او اعمال داخل البيت يعني بيهتموا من خلالها ولكن انه بقدروا ينجزوا كثير من الاعمال اما بالنسبة لوضع الصحي فبكون الاهتمام على المكملات وعلى الاعشاب وعلى الادوية الاحتياطية والاشياء اللي لها علاقة بالحفاظ على الصحة او الحفاظ على المناعة اما بالنسبة لبيتك السابع فموضوع الشراكة يعني نحكي انه فيه نوع من انواع الهدوء ولكن هذا الهدوء انا بعتبره الهدوء اللي بسبق العاصفة فيه نوع من انواع الحدية او زي ما كنه اتنين الشركاء قصوصا الازواج زي ما كنهم بتربصوا لبعض مين اللي بدو يغلط الغلطة عشان ينفجر الثاني فيه او كأنه فيه امور بيحتاطوا قاعدين بيجهزوا حالهم لها حرب ضروصة راح تصير في الفترة القادمة حاولوا تمسكوا حالكوا وحاولوا بدون هذه الضغطات والشحنات الداخلية انه الوحيد يضل يعب جواه على اساس انه الامور ما تحتد وما تكبر بالفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه الامور على مستوى الاموال المنقولة او الاموال اللي بتيجي وما بتعود لك ممكن اليوم تنوعد بموضوع الوعلاقة بالدعم المالي ممكن اشخاص تساعدك بنوع من انواع الدعم ممكن تجيك بعض المساعدات الخارجية ممكن ينطرح موضوع الوعلاقة بسلفة او قرض او دين معين انك بدك تداين من اشخاص او من شركائك فيكون الامر في نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو الاهتمام بمواضيع اللي لها علاقة بالسفر والدراسة والامتحانات والامور اللي قضائية فبشوف انا اليوم بلشت بوادر لامر معين او جواب لمسألة معينة ممكن خلال هذا النهار انت تبلش ترتب لها بشكل جيد على اساس انه تعرف انت ايج دك تعمل في الفترة القادمة في اشخاص منكم ممكن تكثر عنده الاتصالات او المراسلات عبر التليفون او الانترنت بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاطمينان على حالهم او حتى ترتيب لعمال مستقبلية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف روتيني تماما على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة فشايف روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك 11 فذكرنا في بداية التوقع ان القمر موجود عنده وهو اللي ضاقتك هو بيت المتاعب فعشان هيك بتحس حالك مرهق ما عندك نفس انك تعمل اي شيء او تنجز اي اعمال مطلوبة منك في نوع من انواع الضغوطات اللي بترهقك فحاول انك قدر الامكان تراقب امورك الصحية حاول انك تنجز العمل الضرورية وحاول انك تأخذ قسط من الراحة وتخفف شوي من عصبيتك وحديتك برج الجوزاء ممكن اليوم تسمع خبر يجيك من بعيد وممكن برضو يصير في نوع من انواع النشاط اللي له علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة ممكن ترغبوا في التفاهم مع احبائكم اهم ايش انك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الاضواء مسلطة عليك اهم ايش انك تكون جاهز عشان تتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا وخصوصا على مستوى الاعمال وخصوصا على امور الها علاقة بالبيت العاشر البيت اللي له علاقة بالعمل مع المؤسسات الكبيرة او شركات الكبيرة فممكن اليوم يجيك خبر معين له علاقة بهذا العمل او انه انت بترتقي بعمل معين ممكن انه يجيك بشارة خلال هذا النهار لهاي الامور ممكن انت تنجز اليوم كثير من الاعمال المكليلة الى الك وممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل او التعاون مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل لحل مشكلة قائمة فيكون الحلول بخلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي شيئا ما ايجابية ابتدعمك بنوع ايجابي فعشان هيك اليوم في عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال والتحرك حيويتك عالية وعندك نشاط عقلك نشيط جدا فمنقول انه يوم في انجازات رائعة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور على المستوى المالي جيدة تقريبا استقرت الامور ممكن اليوم يجيك نوع من انواع المساعدات او نوع من انواع الدعم او بعض الاعمال اللي ممكن تحقق من خلالها بعض النتائج المالية حاول تستغل هذا النهار بشكل جيد لانه ممكن الدعم يجيك يا اما من زميل يا اما من رئيسك بالعمل ممكن يوافقوا على سلفي او قرض او امور الها علاقة بهذا المجال اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم برضو القوة موجودة في البيت الثالث فعشان هيك كثير بيكون عندكم نشاط او اتصالات او امور الها علاقة بالبحوث او المناقشات الطلاب بيستفيدوا في امور الها علاقة بالدراسة او البحث العلمي او الاشياء اللي علاقة بالمناقشات الستات البيوت بيكون عندهم حركة في امور الترتيب والتنظيف والاتصالات مع الاخوة او التعامل مع الجيران يعني كل واحد على حسب اختصاصه اما بالنسبة للبيت الرابع فهو مهم جدا على مستوى الاجتماعات واللقاءات العائلية او التواصل مع احد الابناء او الاخوة او الجيران او الوالدين او الاهتمام في صحته او مئنان عليه او مساعدته في امر ما اما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك في الحضوض والعاطفي فاليوم في مجال انك تتواصل عاطفيا وممكن تحل مشكلة كانت بينك وبين الحبيب في الايام الماضية اليوم تتواصل لا نوع من انواع الحلول فيها ولكن بدك تبادر بدون عصبية وبدون تزمت بالرأي حاول انك تكون مرن اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف من الاعمال الموكلة اللي لايلك بتقدر انت تهتم في امور عملية في اشياء لها علاقة بالصحة ممكن تهتم فيها او تجري بعض الاعمال اللي لها علاقة بالصحة برضو بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الامور يعني شيئا ما بلشت تستقر يعني ولكن مش هالاستقرار القوي ما زال فيه نوع من انواع الضغطات ولكن انه بتقدر تتجاوزها يعني بتقدر تتحمل الامور هاي او تسييرها بالاتجاه اللي انت بدك هي اما بالنسبة للبيت الثامن فهو الو علاقة بالاموال المشتركة عشان هيك اليوم بعطيك شوية فرص الها علاقة اما بتعوضات او في امور الها علاقة بالاموال ممكن تجيك على شكل دعم او نوع من انواع المساعدة او نوع من انواع الديون اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك نوع من انواع النشاط الخارجي عشان يقولنا لك انه اليوم ممكن يجيك خبر بيجيك من بعيد او موضوع العلاقة بالدراسة او بالبحث او بالاتصالات اما بالنسبة للبيت العاشر فذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور على مستوى الصداقة يعني اقل حدية في نوع من انواع التواصل او الاتصال باشخاص معينين من اللي بعزوا عليك تفقد لوضعهم او ممكن حلول لبعض المشاكل ممكن يكون فيه اشياء ايجابية بتساعدك في كثير من الامور خلال الوضع الراهن اما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تكون يعني تنجز العمال الضرورية حاول تخفف من عصبيتك وحديتك الامور شيئا ما مش مقلقة كثير على مستوى بيت المتاعب ولكن بدك تدير بالك من التوتر العصبي او الاجهاد العصبي او اشياء الليها علاقة بالتوترات او شد العضل والتوتر العصبي برج السرطان يعني يوم ممتاز جدا للامور الليها علاقة بالسفر واللي اتصالات البعيدة وممكن انك تتفاهم مع احباك ممكن انه انت تنجز كثير اعمال العلاقة بالسفر او ترتب لامور العلاقة بالسفر ممكن تهتم باشياء العلاقة بالدراسة او بالقضايا القضائية او تبحث عن امور تساعدك خلال الفترة القادمة البيت التاسع داعم للك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الاعمال اللي لها علاقة بالسفر والاتصالات الخارجية وامور الدراسة والقضايا القضائية او ممكن يجي قبر عن واحدة من هدول فيكون فيه ايجابية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور جيدة نسبيا على المستوى النفسي مدعوم ببعض الامور رغم انه شوي فيه نوع من انواع الوساوس تضغطك لالفترة هاي حاول انك انت تتجاوزها اما نفسيا ومعنويا الامور جيدة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه اليوم فيه نوع من انواع النشاط رح يكون على المستوى المالي فيه نوع من انواع التحصيلات المالية ممكن تجيك من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او المساعدة ولكن حاول انك انت تقلل من مصاريفك ما فيه داعي انك انت تتوتر كثير تقدر ترتب الامور بطريقة عقلانية لو شوي هديت من اعصابك اما بالنسبة للبيت الثالث يعني اقل بالحضوض او بالتواصل او بالاتصالات نشاطك محصور على اشخاص معينين باتصالاتك او تفقدهم او التواصل معهم ولكن بكثر عندك النقاش موضوع النقاشات وابداء الرأي او تعليق على مسألة معينة اهم انك تتعامل بدون عصبية فيه ممكن يصير فيه نوع من انواع تعاون بينك وبين احد الاخوة او الجيران اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه ما زالت الامور البيتية شوي فيها نوع من انواع الايجابية ماشي معك بالشكل المناسب يعني قادر انك تسيطر على وضع البيت والاشخاص الموجودين في البيت تبدي وجهة نظرك بشكل عقلاني وقوي جدا في منك ممكن يتواصل اليوم مع الاخوة مع الاحبة او يكون لقاء يجمعهم اه فيه ايجابية عالية جدا في هذا الباب في منك ممكن يهتم باشياء مستقبلية لها علاقة في امور البيت او ممكن ديكور او تغييرات داخلية اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فانا شايف الامور برغم كل هدوءها خلال اليومين الماضيات الا انه في ساعات العصر ممكن يجيك خبر او يجيك موضوع معين يساعدك او يدعمك في هذا الباب فعشان هيك يحاول انك انت تستقبل الامر بصدر رحب وحاول انك انت تحل الموضوع بعقلانية اما بالنسبة للبيت السادس ف يعني امور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك بشكل كامل ولكن الاهتمام الاكبر هو اللي شاد انتباهك هو الموضوع الصحي عشان هيك في عندك اهتمام عالي على الموضوع الصحي وخصوصا الامور اللي لها علاقة بالوضع الحالي حاول انه انت ما تتوسوس وما تتشكك من هاي الامور راقب حالك صحيا واهتم بمكملاتك الغذائية بدون خوف وتوتر اما بالنسبة البيت السابع فانا شايف الامور روتينية على مستوى الشراك المالي والعاطفية في هدوء موجود الان قائم ولكن ما بضمن خلال اليومين الجايات يعني يكون العمر كأنه انت بتستنى لا تنفجر من الغضب على مسألة معينة فحاول انك انت تمسك عصابك وما تتحجج او تحاول انك تتدخر المشكلة عشان تهجم مرة وحدة على الشريك حاول انك تمسك عصابك قدر الامكان وما في داعي للمشاكل بالفترة الحالية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاموال المشتركة او الاموال اللي بترجع لك من تعويضات ممكن يجيك نوع من انواع المساعدات او يجيك خبر معين يدعمك وخصوصا في ساعات ما بين الظهر والعصر اما بالنسبة للبيت التاسع فذكرنا التأثيرات عليه في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك العاشر فبقول لك على مستوى العمل اهمش انك ما تدخل بنقاشات او حدية بطريقة التواصل او التعامل مع زملائك او شركائك في العمل حاول تمسك عصابك قدر الامكان بدون اي حدية ما تقصر باعمالك ولا بانجازاتك اما بالنسبة لبيتك احداش فهو بدعمك بعلاقاتك ومع اصدقائك ممكن تتواصل لحل المشكلة معينة او تتواصل لعمل شيء معين خلال الفترة القادمة وفيه نوع من انواع التواصل مع الاصدقاء بشكل جيد جدا ماذا تواصل مصلحة انا بسميه يعني فيه اليك مصلحة معينة فعشان هيك انت مهتم في موضوع الاتصالات اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا بقول لك انه جيد جدا ما فيه اي خوف او قلق من اي شيء بتقدر تنجز كل الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار بطريقة عقلانية وبطريقة بسيطة جدا يعني مشحون بقوة وبطاقة عالية جدا بتقدر انت من خلالها تنجز كثير من الاعمال ممكن تهتم بوضع صحي او باشياء صحية او بعشاب او مكملات غذائية او احتياطات لازم الى الفترة القادمة لانه الوسواس شغال فيك مزبوط برج الاسد تنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض مع هيك بتكو تخففه من النفقات القمر شوي بعدلكو نوع من انواع التفاؤل تستعيد حماستك وبتنتعش صداقة او علاقة مهنية ممكن تمارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة اهم اشي انه يكون في عندك النشاط القابل انك انت تتحرك ممكن يكون في نوع من انواع الترتبات لا امور الا علاقة بالسفر او الدراسي خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه شوي نفسيا انت احسن رغم الملل والعصبية اللي بتجيك من لحظات لحظات او التقلب في المزاج ولكن انه الامور بتستقر عندك بشكل جيد انه نفسيتك يعني شيئا ما بتكون ايجابية خلال هذا النهار يعني بتقل حديتك وتوترك اللي كان موجود عندك خلال اليومين اللي مضوا اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور بتظلها تقريبا انه في مسعى لامور الها علاقة في المال بظل من الصباح او من الان لغاية ساعات الظهر تقريبا ولكن بتجيك الاخبار الايجابية بتجي تقريبا بحدود في ساعات العصر في امر معين العلاقة بالدعم المالي او اعمال العلاقة بالعمل الاضافي او اشياء نوع من انواع المستردات يعني في اشياء مطمئنة على المستوى المالي ولكن حاول انك انت تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه في امور العلاقة بالنشاط الفكري يعني اتصالات مراسلات اه يعني اشياء تجهيزات لامور الى علاقة ببحوث معين او دراسة على ما مضوع معين اه مطالعة اهتمام باشياء معينة اه خلال الفترة هاي بكون عندك نشاط عالي جدا في هذا المجال فعشان هيك بنقولك انه استغل هاي سرعة البديهة الموجودة عندك او قدرة التواصل للتسويق او لا توصيل المعلومة اللي بدك اياها مع الشخص اللي بدك اياها اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف ان الامور على مستوى البيت مستقرة يعني جيدة بتقدر تقول انه في نوع من انواع التفاهم الكامل على مستوى البيت تقدروا تنجزوا انجزات كثيرة العلاقة في البيت اما من ترميمات او تصليحات او اهتمامات بشؤون فهنا الامور العاطفية بشوف انها روتينية عادي ما فيه اي اشي سلبي موجود على الساحة ولكن فيه ساعات بين الظهر والعصر تقريبا بصير فيه نوع من الاهتمام المكثف للاهتمام بالحبيب او للتواصل معاه او الاتصال معاه او اطمئنان عليه او لحل مشكلة معينة او لا تبيان سوء تفاهم انت باريحية ما عندك اي مشكلة لا اي عمل بتوكل لك خلال هذا النهار بتنجز وانت مرتاح الاهتمام بصير اهتمام صحي ممكن تهتم بامور الها علاقة ببعض الاشياء الجانبية او العرضية اللي ممكن تصير معاك من امور الها علاقة بالامعاء او نوع من انواع المغص او الاسهال او اشياء لها على معتك وعلى بعض الامور اللي الها علاقة بشد العضل اما بالنسبة لبيتك السابع فبيت الشراك المالي والعاطفية انا شايف روتيني عادي ما في اي شيء يأثر عليك بشكل سلبي بتتعامل بالامور انت بطريقة عقلانية عندك قدرة على التواصل وايصال المعلومة بشكل طبيعي اما بالنسبة البيت الثامن فالقمر موجود فيه وذكرنا التوقعات بالبداية عنه بالنسبة لبيتك التاسع في اهتمامات كثيرة في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او اشياء الها علاقة بالمراسلات او الدراسة او البحوث او اشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها ممكن بترتب لامور مستقبلية بتتعلق بتعطيلات صارت الها علاقة بالسفر فبترتب ها انت للفترة القادمة بالشكل جيد خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه في ضغط كبير على مستوى العمل خصوصا اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة يعني في نوع من انواع التوتر خصوصا مع زملائهم او رؤسائهم بالعمل لانه حاولوا انهم يضغطوك او انت انضغطت بالعمل بسبب توكيل امور لا انت مش جاهز لها او هي مش اختصاصة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور التواصل والاتصالات مع اصدقاء او زملاء او علاقات عامة لحل مشكلة معينة او لتوطيد العلاقات او لالاطمئنان عليهم بيكون قوي جدا خلال هذا النهار في امور ايجابية وممكن اشياء تفرحك تجيك من بعيد اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا بدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا النهار بساعدك في حل كثير من الامور وممكن انه يكون في ايجابية او موضوع يعني بساعدك بشكل عقلاني انك تتجاوز كثير من الاعمال بتنجزها بطريقة لبقة او بطريقة السياسي والحنكي والامور من هذا القبيل في نوع من انواع الاهتمامات بالصحة بتصير بشكل قوي جدا خلال هذا النهار برج العذراء طبعا القمر الان موجود مقابلك مباشرة في الحوت فعشان هيك بتتركز الامور كلها على بيت الشراك المالي والعاطفية عشان هيك اليوم بتتركز على تنظيم اموركم المالية المشتركة في فرص متاحة لمكسب مصدر شراك او تعويض صحتكم او صحت قريبة لكم بحاجة للرعاية حاذر الاهمال نقطة الضعف اللي موجودة عندك يعني الها علاقة بالامور العمل او العاطفة هاي فترة صعبة ممكن اتعرضك لنوع من انواع المواجهة ممكن تكون قانونية او عاطفية بحذرك انا من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر المشاكل على انواعها يعني يعتبر هذا من اصعب ايام الشهر لانه بمقابلك معناته متعب للك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى البيت الاول تقدر انت اليوم تحقق كثير من الانجازات لانه نفسيتك يعني شوي مشحونة بالطاقة رغم انك انت متوتر من بعض الاشياء الا انه انت قادر تسيطر عليها بشكل ايجابي يعني حتى انه اليوم في عندك نوع من انواع الحيوية ممكن انت تستغرب منها اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة على مستوى المال يعني ما في اي نوع من انواع ضغوطات المالية بالعكس انت قادر تسيطر على الامور ولكن المصاريف عندك عالية جدا حاول انك تحد من مصاريفك حاول انك تدخر شوي من الاموال هاي ما بتعرف الايام القادمة شو حاملية لك اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك يعني شوية اهتمام بامور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او اتصالات او المواصلات او الاهتمام بالنقاشات او البحوث يمكن شوي انت تكون حتى ما لا مبالي للامور هاي حاب انك انت تنطوي على نفسك او تعتزل الاشخاص او الناس او تطفي تليفونك حتى على اساس انه ما يجيك وجعة رأس يعني نوع من انواع الراحة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الاهتمام عالي جدا على مستوى البيت ولكن انه بقولك انا حاول انك تكون روتيني اكثر عشان تحد من عصبيتك وتوترك وانك تكون مشحون خلال هذا النهار عشان ما تختلق انت المشاكل او تختلق الاعمال او تدخل في اشياء اللي علاقة في البيت هي ما بتعنيك حاول تمسك عصابك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا بقولك انه روتيني تماما خلال هذا النهار بتعاملك مع الاحبة فممكن انه يصلك خبر منيح او نوع من انواع المصالحة او نوع من انواع المساوى في امر معين خلال هذا النهار وخصوصا في ساعات الظهر اما بالنسبة للبيت السادس فبتقدر تنجز كثير من الاعمال المنزلية بدون اي اكتراث لاي شيء عندك قدرة على انجاز اعمال بشكل جدي عندك يعني قدرة على الادارة عالية خلال هذا النهار في نوع من انواع الاهتمام بالوضع الصحي ممكن تهتم بامور العلاقة بالاربطة او بالشد العضل اما بالنسبة لبيتك السابع فكما ذكرنا في بداية التوقع انه حاول انك انت تمسك حالك من العصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه الامور على المستوى الاموال اللي ما بتعود لك في نوع من انواع الحدية والصعوبة في التعامل فعشان هيك يحاول انك انت تقلل من المصاريف والالتزامات ما تدخل باي مخالفات خلال هذا النهار على اساس انه ما تتحمل مسئولية مخالفاتك القانونية اما بالنسبة للبيت التاسع ففي نوع من انواع الاتصالات البعيدة او الاهتمام بموضوع قضية او في ناس رح يهتموا بمواضيع الابحاث او الدراسة او الاعداد لموضوع معين في ناس رح تهتم بامور اشخاص خارج البلاد ممكن للاطمئنان على حالتهم او الاستفسار عن بعض الامور اللي بتعدلهم اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه في كثير من الانجازات خلال هذا النهار بتنجزها على مستوى العمل بدون اي تلكو يعني عندك قدرة على انجاز كثير من العمال والتواصل مع بعض الزملاء او شركاء او رؤسائك بالعمل لحل مشاكل عالقة بتقدر تنجزها انت بكل سهولة اما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من انواع التواصل مع اشخاص معينين اما انك انت بتحاول توصل لهم معلومة معينة عشان هم يمشوا عليها او بتحاول انك انت تطبئن عليهم بس مجرد نوع من انواع تثبيت العلاقات العامة وفي اشخاص من العذراء ممكن يستغلوا بعض العلاقات او بعض الاصدقاء لمصلحتهم في امور معينة يطلبوا منهم العون او المساعدة او اي شيء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيت المتاعب بحذرك دير بالك على صحتك حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد خلال الفترة هاي وخصوصا الامور اللي الها علاقة بالامراض المفاجئة حاول انك انت تلتزم بامور غذائية او امور لتقوي جهازك المناعي وحاول انك انت تأخذ قسط كافي من الراحة برج الميزان يبدأ العمل بالتراكم لديكم حاول انجاز ما بوسعك دون اهمال صحتك يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الارهاق بسبب كثرة الضغوط اهم انك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء اذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا واهتم بسلامتك الجسدية يعني القمر بلش ياخد منزلة بيتك السادس يعني بلش بدرجات المقابلة فهاي هي اصعب فترات دائما لأي برج لما بصير القمر مقابلهم فانت لسه ما وصل مقابلك هو في بيتك السادس بيت العمل والصحة فعشان هيك انجز عمالك واهتم بصحتك اما بالنسبة للبيت الاول فمزاجك اليوم شوي متعكر مش يعني مش بشكل قوي فعشان هيك متقلب اليوم بين ايجابي وسلبي ساعة بتكون ممسوط ساعة مضغوط ساعة معصب ساعة مرتاح يعني فيه نوع من انواع التقلب في مزاجك حاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان تطلع من هاي الضغوطات اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه فيه ضغوطات كبيرة عليك على المستوى المالي فيه نوع من انواع المصاريف او الامور الاعلاقة بترتبات مالية فهي ضغطيتك شوي بتفكر كثير بالامور المحاسبية او المالية حاول انك انت ما تجهد حالك زيادة يعني الامر بس بحتاج انك انت تقلل من مصاريفك الامر مش بحاجة بالفترة امور على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات يعني فيه عندك نشاط كبير على هذا المجال ممكن اليوم تدخل بنقاشات ولكن عندك تدير بالك انك تحتد في نقاشاتك فيه منكم ممكن يهتم في امور الها علاقة بالدراسة او البحوث او الاستعداد لا امور الها علاقة بالتسجيل او المناظرات او الاشياء اللي فيها نوع من انواع النقاش بس اهم يشينه ركز جيد عشان ما تحتد وتعصب اما بالنسبة للبيت الرابع فانا بقولك انه هو روتيني بشكل كامل فعشان هيك بتتعامل مع افراد البيت بشكل روتيني على الطبيعة العادية اللي موجودة عندك اذا كنت عصبي فالجو محتد واذا كنت من النوع المرن تمشي الامور بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف اليوم فيه نوع من انواع الاهتمام بالحبيب اي رح تتصل معا او تتواصل معا لحل مشكلة معينة او لنوع من انواع التفقد او الاتصال او ممكن لتوضيح وجهة نظرك في مسألة معينة كانت عاملت لك نوع من انواع الاشكالية ما بينك وبينه اما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك السابع فاليوم اهدى امور بالتعامل مع الشريك كان شريك مال او شريك عاطفي تتعامل معا باريحية في نوع من انواع الروتين في هذا البيت ولكن في ساعات الظهر ممكن انك انت تحل مشكلة اذا تحاورت بشكل لبق وعقلاني اما بالنسبة للبيت الثامن في خبر ممكن يجيك في ساعات الظهيرة الو علاقة بدعم مالي او مساعدة او نوع من الاسترداد لبعض الاموال او بعض الاشياء اللي عالقة لها فترة ومش عارف لها حل بخصوص الاموال المشتركة فحاول انه انت تستغل فرصة هذا الاتصال او انت تبادر بالاتصال اذا كان لك اموال على الناس وبدك الطالب فيها اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الترتيبات اللي الها علاقة بامور السفر او الاتصالات البعيدة او ترتيب لامور الها علاقة بتفقد اشخاص خارج البلاد او مراسلات خارجية او بحوث او دراسات او امور قضائية اوراق وترتيب لا اوراق معينة او بتتخذ قرارك لرفع قضية او اشياء من هذا القبيل كلها رح تكون ايجابية ولم اصلحتك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت العمل مع المؤسسات الكبيرة هو روتيني كامل ما فيه لا شيء ايجابي ولا اي شيء سلبي بتتعامل مع الوضع على حسب وضعك انت العام اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او لا اجتماع او لقاء او اتصالات مكثفة رح تكون عليك من الاصدقاء او انت تجري اتصالات تفقدية في بعض الاصدقاء في نوع من انواع التودد او حل شيء عالق ما بينك وبينهم وممكن تستعين في بعض الاصدقاء لخبرتهم او لحل مشكلة معينة اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو جيد خلال هذا النهار يعني بدعمك بشكل ايجابي بتقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة للك وفي نفس اللحظة مهتم بوضعك وبصحتك تقدر انت تراعي كل الامور وترتبها بالشكل العقلاني حاول انك انت بس ما تنفعل وما تتوتر وهاي اهم النقاط اللي انا بحذرك منها حاول تهتم لوضعك الصحي وخصوصا الامور اللي بتيجي عابرة اللي يعني مش متوقعة زي توتر بالمعدة شد عضل اعصاب الام بطن صداع الام رقبة اشياء زي هك حاول تهتم فيها والباقي ان شاء الله جيد برج العقرب بتجتازوا بصورة عام يوم ايجابي ببحث على البهج والانشراح ووسعكم ممارسة نشاط فني بدعوكم للابكار الى نشاطاتكم وعدم التلك ما ضيعوا اليوم من ايدكم حضر بشكل جيد لأعمالك ما ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد او فكرة جديدة ممكن تتلقى اجابات واشارات مهمة ممكن يبتسم لك الحظ اليوم بشكل جيد اما بالنسبة لابيتك الاول فانا شايف الامور على المستوى النفس اليوم احسن بالعكس مدعوم انت بنوع من انواع الثقة والنشاط الاهتمام بنفسك بشكل قوي جدا ممكن مع ساعات الظهر يزيد هذا الاهتمام بشكل اكبر ونوع من انواع السعادة والانبساط اما بالنسبة لابيتك الثاني فانا شايف الامور جيدة شيئا ما على الامور المالية ممكن اليوم يجي نوع من انواع المساعدة او نوع من انواع الترتيب او ترتب وضع مالي معين كان صعب انك ترتبه في الايام الماضية اليوم ممكن تصل للنتيج معينة ولكن اهم اشي يحاول انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدل على النشاط النشاط الاتصالات ونشاطك البدني النوع من انواع التواصل مع اشخاص خارج البلاد امور الها علاقة بالدراسة او بالبحث او بالمناقشة او النقاشات يعني عندك قابلية لكل هذه الامور بشكل جيد خلال هذا النهار وممكن تستفيد من اي واحد فيهم على حسب مجال عملك واختصاصك اما بالنسبة للبيت الرابع واللي هو اكثر حضوض موجود فيه هي نوع من انواع الاشياء اللي الها علاقة بالمنزل اما لقاءات او اجتماعات او امور الها علاقة بالتواصل ممكن تسمع خبر بخص احد افراد المنزل يسعدك خلال هذا النهار وممكن ترتاح من مشكلة قديمة او مشكلة كانت تتردد خلال الفترة الماضية وكانت ارقيتك اليوم ممكن انك تتخلص منها يعني يوم ايجابي على مستوى المنزل في منكم ممكن يهتم في ترميمات او تصليحات او علاقة اشياء الها علاقة بالتحسينات اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني يوم ايجابي ان شاء الله بالنسبة لكم اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل والانجازات تقدر تنجز اليوم كثير من الاعمال الموكلة لا لك تقدر ترتب امورك العملية بشكل جيد حاول انك ما تتهاون فيها رتبها لانه ممكن تنضغط بالفترة القادمة في منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالامور الصحية برضو الامور جيدة واستقرت خلال هذا النهار فعشان هيك بيكون في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الشريك تواصل مريح حاول انك انت تستغل هذه الفترة عساس تحسين الصورة او تجاوز الخلافات اللي كانت موجودة بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثامن فالامر بيهتم يعني او مهم بالامور من انواع الدعم او الموافقة على دعم معين او نوع من انواع المساعدة او يوعدك احد الاحبة بمساعدتك بشيء معين خلال الفترة القادمة يعني امر فيه ايجابية قوية اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم رح يكون غالب عليك الاتصالات الخارجية مع اشخاص خارج البلاد اهتمام فيهم اهتمام صحتهم التفقدهم مطمئنان عليهم ممكن امور الها علاقة بدراسة او موضوع سفر بتأجل او انت بتأجل فيه او بترتب له للفترة القادمة على اساس انه يتم بوقت معين فيه منكم ممكن يهتم بمؤسسات تعليمية او باشياء الها علاقة بالتدريس او الدراسة يعني نشاط رح يكون جيد جدا على هذه المستويات حتى اللي عنده قضية قضائية ممكن يهتم بأوراقها وتكون نتائج لصالحه انقدر ينجزها اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور يعني بغاية ساعات الظهر بتكون روتينية ولكن في ساعات الظهر للعصر ممكن يصير فيه نوع من انواع الاهتمام باشي بطرأ على موضوع العمل بتطلب منك التدخل او الاهتمام في مسألة معينة او اندعت الحاجة انك توجه اشخاص باتجاه نقطة معينة لانجاز بعض الاعمال يعني تنصحهم اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور جيد على مستوى الاصدقاء اليوم فيه نوع من انواع التواصل مع الاصدقاء بشكل مكثف فعشان هيك بتتفقد كثير من الناس ممكن انت راعي ظروفهم ممكن تستشيرهم في مسألة معينة ممكن اشياء لها علاقة بالمصلحة يعني مصلحتك عن شخص معين بتبادر لسؤاله او طلب العون منه في مسألة معينة فما رح يقصر معك اما بالنسبة للمتاعبك فهو اللي شوي بيجيب لك بعض التواعوكات الصحية او بعض الالام العابرة ممكن تخليك تهتم شوي بصحتك اكثر حاول انك تنجز الاعمال المطلوبة منك بدون ما تخليها تتراكم عليك حاول انك تهتم بالوضع بشكل اجمالي بدون تقاعص عشان ما تكون هاي اعباء عليك في الفترة القادمة برج القوس بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهم انك تلطف من الاجواء التفادي للازمات ممكن تبدل رأيك حول امر عائلي او مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولة وبترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير طبعا القمر موجود في البيت الرابع بيت البيت فعشان هيك بيركز على الامور العائلية اما بالنسبة للبيت الاول فانا بشوف انه شخصيتك اليوم شيئا ما ايجابي يعني فيه نوع من انواع الاستقرار رغم انه يعني عادة ما انزلت القوس كاملة بتعمل عملية تربيع مع القمر فبتكون الحظوظ قليلة فيها ولكن اليوم يختلف تماما انه انت فيه عندك نوع من انواع النفسية او الحيوية او الايجابية اما بالنسبة ممكن تطلب دعم او مساعد معين اليوم تلاقي نوع من انواع الردود عليها وممكن تنشط في امور الى علاقة بالامور المالية زي العمل الاضافي او الصفقات التجارية او يعني اشياء الى اهتمامات بجلب الامور المالية فتكون الامور ايجابية وجيدة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم تنشط بشكل يعني يختلف عن الايام الماضية في نوع من انواع الاتصالات والمواصلات والتنقلات عندك اهتمام عالي في الامور اللي انا ذكرتها او النقاشات او تبادل الاراء او الافكار في اشياء ايجابية رح تدعمك وممكن تحقق من خلالها انجازات اما الاشخاص اللي عن مقاعد الدراسي او كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس ممكن يعني هو اليوم روتيني تقريبا احنا بنحكي على بيت العاطفي ولكن في ساعات بين الظهر والعصر بصير فيه اشياء ايجابية بتدعمك وبتدعم موقفك ممكن تسمع خبر ايجابي من الحبيب او ممكن لقاء او نوع من انواع التودد او التلاقي اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه جيد جدا على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة للك ممكن تحقق انجازات عالية جدا بالنسبة للعمل بالتعاون مع زملائك او شركاء بالعمل ممكن يكون فيه اشياء ايجابية او صفقات او انك توقع على نوع من انواع النشاط القادم اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى الشراكة ممكن اليوم يصير فيه نوع من انواع تفاوض ما بينك وبين شركاء اما لحل مشكلة معين او لتوصل لاتفاق معين او ممكن حتى الاتفاق على رأي معين المهم انه راح يكون فيه تواصل ايجابي بينك بين شركاء بالمال وبالعاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة لغاية ساعات الظهر في امور الها علاقة بالتحصلات المالية او المساعدات المالية او ممكن الاتصالات اللي بتساعدك على الحصول على بعض الدعم المالي ولكن في من ساعات بعد الظهر بصير العمل روتيني يعني ما في الاجابية اللي ممكن تحصل من خلالها اموال الا اذا حققت في بداية النهار اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية والابعيدة وممكن يكون في مواضيع العلاقة بالدراسة او البحوث او اشياء العلاقة بالامتحانات او ترتيب اوراق العلاقة بقضية او اشياء بتساعدك في امور تعلم لغة او البحث عن حضارة او حتى ممكن حضور اشياء او افلام لها علاقة بالمغامرات او بحضارات او لغات ثانية اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى انجاز الاعمال القائمة الاعمال اللي لها علاقة بالمؤسسات الكبيرة ممكن انك تتعاون انت واحد زملائك او احد رؤسائك بالعمل لحل مشكلة معينة بتواجههم بالعمل فانت تبادر او يكون عندك الحلول او النتائج الايجابية لهذا العمل وحله اما بالنسبة لبيت 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والاصدقاء فبساعدك بشكل واضح جدا بتعاملك مع الاصدقاء ممكن نوع من انواع التواصل او التعاون او طلب المساعدة او المشورة في امر معين اما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي بضغطك صحيا بيجيب لك اشياء غير متوقعة من الاعراض الجانبية ممكن زي اشياء العلاقة بوجع الاسنان او الها علاقة بوجع اسفل الظهر او امور الها علاقة بالحبوب على البشرة برج الجدي بتكثر عندكم خلال هذا النهار الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بخروج او نزهة او رحلة قصيرة طبعا للاشخاص اللي بقدروا يخرجوا ومش زي حالتنا حضر تجول وممكن تعززوا العلاقة مع اخ او مع جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحان وللمشاركة بالمؤتمرات والندوات بتنجح المساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الانظار او الاعجاب طبعا القمر بما انه في البيت الثالث فبعطيك هاي الميزات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه شوي نفسيتك اليوم احسن عندك نوع من انواع الثقة بالنفس او عندك قدرة على ادارة شؤونك النفسية والمعنوية بشكل واضح اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى المالي في فرص اليوم لتحقيق بعض الانجازات المالية او بعض المساعدات والدعم المالي اهم انك انت تقلل من مصريفك ممكن تجري بعض الاتصالات اللي ها علاقة بالاموال او ممكن اللي بيشتغلوا بالعمل الاضافي او بالصفقات التجارية يحققوا بعض النتائج اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه ايجابي مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام بتركز كله على البيت فعشان هيك فيه نوع من انواع الاهتمام بالامور العائلية او بالشؤون العائلية او ببعض افراد العائلة بتحاول انك انت تتواصل معهم او تتقرب معهم خلال هذا النهار ممكن تقرروا مسألة معينة او تتفقوا على شيء معين ببسطك او بسعدك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور العاطفية عندك عالية جدا خلال هذا النهار ممكن انك تتواصل مع الحبيب او تتفقد او تبحث عن شيء معين يرضي الطرفين يعني امور ايجابية ممكن انك انت تستغلها لتصليح اذا كان بعضك في مشاكل بينه بين الحبيب وحاب انه يصلحها خلال هذا النهار الامور ايجابية اما بالنسبة للبيت السادس فبتقدروا اليوم تنجزوا كثير من الاعمال الموكلة للكم عندكم نشاط يعني قوي جدا لانجاز الاعمال ممكن تهتم برضو بامور صحية تتعلق فيك او في احد المقربين ليلك ولكن انا شايف يعني الاهتمام بوضعك هو اللي رح يكون طاغي على الساحة اما بالنسبة للبيت السابع فالامور على مستوى الشراك المالية والعاطفية روتينية تتعامل بشكل روتيني لا ايجابي ولا سلبي فيعني بس بغلب عليها نوع من انواع الراحة والهدوء رغم انه انا بعتبر انه هذا الهدوء الهدوء الذي يسبق العاصفة كأنه انت والشريك الان يعني بتتربصوا لبعض لفترة ممكن انه يصير فيه نوع من انواع الهجوم حاول انك انت تمسك حالك رتب امورك بشكل جيد ما في داعي للعصبية ولا المشاكل فيك اجواء اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور على مستوى الدعم المالي يعني فيه نوع من انواع الراحات ممكن اليوم في ساعات الظهر او من الظهر للعصر يعني يكون فيه بشائر خير لامور العلاقة بالدعم المالي او المساعدات المالية يعني بتجيك نوع من انواع الاشياء الايجابية بتدعمك بشكل قوي جدا وممكن تحقق انجازات او وعود يعني تساعدك للفترة القادمة اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية على مستوى اوراق قضائية على مستوى معاملات قانونية على مستوى امتحانات او سفريات او امور الهلاقة بالسفر فممكن ترتب امورك انت على حسب السياق اللي انا ذكرته انه ايجابي فترتب للفترة القادمة بما يتعلق بوضع الكواكب اليوم اما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من الحضوض على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة فانت بتتعامل بشكل روتيني اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والاصدقاء فممكن اليوم تحقق انجازات عالية جدا بايشيء بتعلق بالاصدقاء يعني ممكن اتصال تفاهم مصلحة تقضيها من خلالهم نصيحة معينة تشور عليهم بامر معين فهم يلتزموا فيها تتباحث انت واصدقائك للقاء او دعوة او حضور اجتماع معين او لقاء بتجمعك في بعض اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو امن تماما ما في اي شيء بيأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا النهار عشان هيك بتلاقي نفسيتك احسن وبرضو مدعوم بالحيوية والنشاط تقدر تنجز كثير مكملات الغذائية او اشياء بترفع الجهاز المناعي برج الدلو ممكن تحصل اليوم على مبلغ من المال بدخل نوع من انواع التحسينات او التحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ابحث عن وسيلة افضل لتحسين وضعك المالي تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر المبالغة بمصروفك وعطاءتك ممكن تظهر مصريف غير متوقعة طبعا القمر في البيت الثاني بيت المال فمعروف انه هاي النتائج اللي ممكن يعطيك اياها اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور النفسية عندك احسن يعني مشحون بطاقة كبيرة عندك قابلية لفعل اي شيء اللي حسن من مزاجك ومن نفسيتك تقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار وممكن يكون فيه عندك نوع من انواع الحيوية تلفت انتباه الجنس الاخر للك اما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث بدعمك على امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات ممكن يساعدك في كثير من الامور وممكن ينشي لك من كثير من الضغوطات ممكن انه يكون فيه اشياء انت ما كنت تتوقعها خلال الفترة الماضية حاول انك انت يعني تركز على الامور بشكل ايجابي ممكن انت اليوم تتباحث او تناقش مسألة معينة ويكون لها صدى كبير وتحقق انجازات مثل الهواتف او مثل السيارات يعني يهتم فيها كمشترة او الاطلاع عليها او الاستبدال اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى البيت رغم انه الفترة الماضية كانت ضاغطة على مستوى البيت فالكن اليوم احسن ممكن يصير فيه نوع من انواع المصالحات او فتح موضوع للمصالحة او توضيح وجهة الرأي او النظر ممكن انه انت تحقق من خلال انجازات ويكون يوم سعيد على مستوى المنزل اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فهو دعمك بشكل قوي جدا بالحضوض ودعمك ايضا على مستوى العاطفي فعشان هيك اليوم ممكن يصير فيه من انواع التواصل بينك وبين الحبيب او لقاء او ممكن حتى انك تتصل تطمئن فيه هاتفيا ولكن الاجواء جيدة جدا بينك وبين الحبيب ممكن انك تنجز اي انجاز او تعمل اي تحسين يطور هاي العلاقة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه يعني بداية النهار بتكون مضغوط شوي بالاعمال مكللة اليك ولكن فيه ساعات ما بعد الظهر بتنجز كثير من الاعمال وعندك نشاط عارم بصير عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال فيه منك ممكن يهتم بوضع صحي الو او لا احد احبته اما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكي وخصوصا فيه ساعات الظهر يعني بصير فيه نوع من انواع التبادل الاراء او تحسين الوضع العائلي ما بين اخو بين الشريك فممكن تنجز انجازات رائعة برضو معاه وممكن ترتب لأمور مستقبلية اما بالنسبة للبيت الثامن فهذا له علاقة بالاموال وخصوصا الاموال اللي ما بتعود لك فممكن يصير فيه نوع من انواع التفاهم او طلب بعض الاموال او المساعدة او سلفي او قرض معين او ينعرض عليك حتى انه اشخاص بدهم يساعدوك في مسألة معينة يعني الامر برضو ممتاز اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ما في عندك رغبة كبيرة بالاتصالات الخارجية يعني ممكن انه اذا تم الاتصال هو نوع من انواع الاشياء الروتينية بس انه والله انا بدأ اتصل اعمال اللي علي اتفقد هالاشخاص او اتواصل مع الناس اللي انا بعرفهم وفي منكم ممكن حتى يتهرب من اتصالات بعض الاشخاص اما اللي عندهم دراسة وعندهم امتحانات او بيعدوا لبرنامج دراسة معين اليوم ممكن ينجز والحظ يكون لها علاقة بالعمل في ساعات الظهر للعصر ممكن يكون في اتصال لطلب مساعدتك في مسألة معينة او المشورتك في امر بتعلق بالعمل اما بالنسبة للاعمال اللي انت على رأس عملك فيها فهي روتينية بتعملها بالشكل الطبيعي اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف ان الامور جيدة على مستوى العلاقات والاصدقاء ممكن اليوم تجهز لشيء ويكون نتائج او وعد لامر بالايام القادمة رح يتحقق حاول انك انت تستغل هذا النهار لطلب الدعم والمساعدات وممكن اللي جاي يكون اشي مبشر كثير بيجيك من خلال صديق او من خلال معرفة او علاقة من العلاقات اللي انت بتعرفها اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي بيضغط عليك شيئا ما فعشان بيجيب لك اعراض جانبية حاول انك تهتم بصحتك وحاول انك تراقب وضعك بشكل جيد بدون تهاون انجز الاعمال الضرورية اللي بتقدر عليها وحاول انك انت ما ترهق حالك زيادة حاول تاخد قصد كافي من الراحة برج الحوت بتبدأ اليوم فترة ايجابية بتعيد بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس للمبادرة ولأدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجئة او خبر سار او استعداد لورش جديد تعتبر من افضل ايام الشهر يعني هذا عن بيتك الاول بيت الشخصية اللي بتواجد في القمر هاي النتائج اللي ممكن تحصل عليها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على مستوى البيت الثاني جيدة ممكن اليوم تحقق كثير من الانجازات المطلوبة منك ممكن اليوم تلجأ لموضوع مالي او مساعدة مالية او امور الها علاقة بالعمل الاضافي او صفقات التجارية او ترتيب امور الها علاقة بالفوترة او المشتريات ولكن اهم شي انك تقلل من مصاريف قدر الامكان ولكن اكثر شي رح يلفت انتباهك او ملفت للانتباه رح يكون خلال هذا النهار هو بيتك الثالث انت اليوم عندك نشاط عالي جدا في امور الها علاقة بالاتصالات او حل مشاكل الها علاقة بهاتف او سيارة ممكن تهتم بامور الها علاقة بامتحان او مناقشة او ترويج لسلعة معينة او ممكن صفقات تجارية مستقبلية الامر كله رح يكون ايجابي على كل اللي انا ذكرته اليوم رح يكون ايجابي قوي جدا على كل اللي انا ذكرته بالعكس عندك قدرة عالية جدا على اقناع الاشخاص وجهة نظرك اما بالنسبة للبيت الرابع مستوى بيت البيت يعني ما بدنا نحكي روتيني في التعامل ولكن انه شوي بعطيك نوع من انواع الايجابية فيه نوع من انواع التواصل فعشان هيك بعطيك ايجابية ممكن تسمع خبر جيد ممكن يكون فيه جو من المرح او نوع من انواع التودد ما بينك وبين افراد البيت ما بينك وبين اخوتك واحد والديك ممكن تهتم بصحة احد الوالدين ولكن برضو بكون الامر منك انت فيه ايجابية اعلى خصوصا بالاتجاه الهدوء داخل المنزل اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه فيه نوع من انواع الضغوطات على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحضوض فعشان هيك ممكن اليوم يكون فيه نوع من انواع التوتر ما بينك وبين علاقة او ما بينك وبين الحبيب بسبب كلمة او تصرف وتحاول انك انت تدافع عن نفسك فتروح اللي انت معصب فتزيد الطينة باللي زي ما بحكوها حاول انك تمسك عصابك قدر الامكان بدون اي عصبية او تهور اما بالنسبة للبيت السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل فممكن اليوم تنجز كثير من العمل المطلوبة منك ممكن اليوم تهتم بصحتك او بصحة احد المقربين لا اليك ولكن على مستوى العمل هو ايجابي قوي جدا يعني حاول انك تستغل هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فانا بقول لك عن مستوى الشراك المالية والعاطفية جيد جدا ممكن اليوم يكون في نوع من انواع التعاون ما بينكم وبين الشريك ممكن تخطط لشيء معين او ترتب لموضوع معين او حتى يكون في لقاءات ودية موجودة ما بينكم يعني تسعدوا في هذا اللقاء اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يعني بين الظهر والعصر يعني يجيك اتصال او يجيك خبر معين او علاقة بدعم مالي او مساعدة مالية او سلفي او قرض مالي او امور الها علاقة بمشروع او اي شيء مبشر او علاقة بالاموال فممكن هذا يساعدك ويبشرك بامور مستقبلية قادمة اما بالنسبة لبيتك التاسع ففي اليوم عندك كثير من الاتصالات الخارجية او الاهتمام باشخاص خارج البلاد او ممكن اشخاص منكم يهتم بمواضيع الدراسة او البحوث او اشياء الى علاقة بالاتصالات لبعيدة مثل مراسلات او مثلا استقبال فاكسات او اطمئنان على صحة افراد خارج البلاد واللي عنده موضوع قضايا قضائية بيقدر يرتب مثلا اوراق لا اله او اشياء الى علاقة بالقضايا تكون لما اصلحته في الفترة القادمة اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه جيد على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك وممكن انك تحقق من خلال انجازات رائعة اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد جدا خلال هذا النهار ممكن انت تتواصل مع احد الاصدقاء للمساعدة او للمعونة او للاطمئنان وممكن تطلب مشهورته في مسألة معينة وممكن هو اللي يطلب مشهورتك فانت تبادر بايجابية معه اما بالنسبة لبيت متاعبك فبدك تكون حذر خصوصا على الامور الصحية راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول انك انت تراقب غذائك حاول ما ترهق حالك زيادة وتخلد للراحة حاول اذا بتأخذ انت مكملات غذائية انه حاول انك تركز على الاشياء اللي الها علاقة بالاعصاب الها علاقة بالجهاز التنفسي والها علاقة برضو في امور العضلات مثل جد العضل او توتر العصبي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة